مساء الخير ويأهلا وسهلا بكل أهلوية اللي بيبدأ معنا المرة دي مش حلقة جديدة ومش أسبوع جديد لكن الحقيقة النهاردة تقدر تقول كده أنها بداية تاريخية جديدة للنادي الأهلي والسبب ده مش بس طبعا أنه النهاردة هيظهر فيه الكدر الجهاز الفني الجديد بقيادة مستر ريكاردو سوارش الموديل الفني الجديد للنادي الأهلي لكن بداية مرحلة واعتقد التاريخ ده تاريخ 1-7 هيبقى تاريخ فارق جدا في صناعة كرة القدم ورياضة كرة القدم في النادي الأهلي اختيار إجباري من حيث التوقيت طبعا كلام مش على اسم ريكاردو سوارش بقد ما بتكلم على التوقيت اللي تولى فيه المسؤولية وبحكم اللخبطة اللي حصل عندنا في مصر أنت بتكلم على مواسم منتهية في كل العالم وانت ما زلت طبعا في منتصف الموسم على قد ما ممكن يكون لها يعني خلينا نقول نحية سلبية أنك انت تخش على فريق في نص موسم عندك ثلاث بطولات وانت لسه ما تعرفتش على لعبتك على فرقتك طبعا مستر ريكاردو زي ما تبعنا في المؤتمر الصحفي قال أنه تفرج وتابع وشاف المتشاط الأخيرة للنادي الأهلي وحاول يقرب شوية من مستويات اللعبين وطريقة الأداء في الفريق ويحط إيده على أبرز نقاط القوى والضعف لكن ده برضو بالنسبة للمدير فني وبالشكل وبالطريقة اللي شفنا فيها ملامح بدايات ريكاردو سوارش والجهاز المعاون ليه بتقول أنه لا الموضوع فيه تفاصيل كتير جدا محتاج أن يدرسها ويأخذ فيها وقته لكن الإيجابي في الموضوع أنك تقدر تقول أنه فترة جيدة جدا لدراسة وتقييم مستوى الفرقة معرفة احتياجاتك بداية موسم جديد إن شاء الله هو مدة أو فترة التعاقد بتاعته هتستمر إن شاء الله ونتمنى أنها تكون فترة نكحة لمدة موسمين ونصف فبداية من الموسم الجديد تقدر تقول أنه هتكون بداية بدون مقدمات يكون الراجل عارف وقرى بشكل كبير جدا إمكانات الفرقة يعني يقدر يحط إيده على المراكز اللي محتاجها دعم يقدر يعرف اللعيبة إمكانياتها إيه من اللعيبة القابلة للتطور اللعيبة اللي ممكن يكون عندها جوارم محتاجة الشغل عليها كل ده ممكن يحصل وإنت طبعا بتحاول تنجح في منافسات الموسم اللي مازالت مستمرة سواء كهاز جديد كهاز قديم أو دوري ممتاز الأهم من ده وده اللي يمكن نقطة البداية الأهم باللي حابة بتكلم فيها مع حضراتكم ده فيما يتعلق بريكاردو السوارش أو الجهاز الفني الجديد للنادي الأهلي واللي الجماهير يمكن ذكرته وحفظته وتابعت أرقامه في الدولة البرتغالية والمقدمات بتقول إن الراجل يعني بيقدم كرة حلوة الراجل عنده فكرة مش بس النتائج لكن الأداء وعنده رغبة كمان ودي نقطة مهمة جدا إنه ييجي النادي الأهلي يعني طريقة المفاوضات والكواليس والمعلومات اللي وصلت بتقول إنه الراجل عنده رغبة شديدة جدا في إنه يخوض التجربة مع ندي كبير جدا هو الأكبر على مستوى الوطن العربي وقارة إفريقيا لكن في جميع ترجمة نانسي قنقر